على امتداد البصر يتفشى الموت النائم في البلاد مستيقظا بين الحين والآخر وعلى شكل مخلفات الحروب التي اعتاد العراقيون عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى أن تجدد عطاء الموت بصفقات الإرهاب التي سكها تنظيم داعش قبل سنوات مخلفات أصبحت بحجم مسيادة للموت جعلت العراق من أكثر دول العالم تلوثا بالألغام والقنابل والمواد الكيميائية والمشعة ليتفوق البلد في معدلات الإصابة بمرض السرطان سيما مع الارتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة تحديدا في المناطق المحررة والتي خلفها الإرهاب بحسب تقرير الأمم المتحدة الجديد الذي كشف عن كارثة خطيرة تتمثل باستخدام عناصر التنظيم في الفترة بين 2014 و2019 والتي خصص فيها الفريق الأممي البحث في مناطق مثل توسخورماتو إذ أوضح التقرير عن أن طائفة من العوامل الكيميائية والبيولوجية حولها التنظيم إلى أسلحة بما فيها فوسفيد الألمنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم خفايا ربطها الفريق الأممي بانتشار المضاعفات الصحية بين سكان المناطق التي تعرضت لقصف عناصر التنظيم والذي تسبب بمضاعفات بالصحة الإنجابية إلى الوقت الحاضر ولا تملك الجهات الرسمية المتخصصة في العراق أرقاما دقيقة لعدد مرضى السرطان إلا أن بعض التقارير الدولية تتحدث عن أعداد مرتفعة على سبيل المثال سجلت محافظة البصرة وحدها أكثر من ألف إصابة بالسرطان العام الماضي بينما سجلت الفلوج أرقاما أعلى وبحسب تقارير صادر عن وزارتي الصحة والبيئة فإن المعدل السنوي للإصابة بأمراض السرطان في العراق يبلغ 2500 حالة إصابة كل عام لكن الواقع يشير إلى أكثر من ذلك بكثير إذ إن عدد مرضى السرطان في المستشفيات كبير وذلك نتيجة الحروب